اهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزائي المشاهدين خلونا ارحب في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن مهي الهمان ازاي كابتن مهي اهلا كابتن سلاح وحيشنا كابتن مهي كل سنوة طيب وطبعا المشاهدين طيبين وبخير والشعب المصري وطبعا للأمة المصرية اللي احنا عايزين نقولها من خلال الممجة فجأة في البيت الكبير يعني كل الأمهات المصرية من خلال أغنية كده عاملين هلنا اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي موجودين عندنا في النادي الأهلي ويعني عاملين كده مفاجأة ان شاء الله تبقى لطيفة لكل الأمهات المصرية كل سنوة وكل أمه طيبة ودايما في قلوبنا يعني دايما دي قال حاجة من قدمانهم بصراحة يعني وكمان الأغنية اللي مشاكلنا الكابتن سمير بتخلي واحد جسمه أشعر صراحة لا الأغنية دي بالنسبة لنا كل حاجة بالدنيا ربنا يرحمهم يا رب دي مصحة اللي موجود منهم اللي عايش ربنا يرحمهم اللي موجود بأنه لهم كل سنوة طيبين طبعا لهم فضل كبير جدا بصراحة بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ربنا أمك ثم أمك ثم أمك طبعا أكل الحاجة في الدنيا أكل الحاجة في الدنيا فعلي طيب كابتن مار كل سنوة طيبين بقولولنا كل سنوة طيب ليه طيب كابتن مار خلينا نروح للرياضة وإن شاء الله مفاجأتنا هتبقى في آخر الحلقة عاملين لحضراتكم مرة تانية عاملين أغنية لكل أم إخواتنا زاوي الإحتاجات الخاصة اللي عندنا في لجنة الإحتاجات الخاصة اللي موجودة في النادي الأهلي الحقيقة أو زاوي الهمم عاملين لنا أغنية جميلة جدا جدا حاجة بسيطة كده إهداء لكل أم مصرية يعني كابتن مهر خلينا نبدأ مع حضرتك بما يحدث الآن في السحر يضياء مع النادي الأهلي ومؤخرا الحقيقة شوفنا مثلا نادي الهلال بيتم الاستجابة لطلبه وتأجيل مبارتين في الدوري السوداني تمام وكي الاتحاد السوداني وافق لنادي الهلال على الجانب الآخر ده ما طلب النادي الأهلي من رابطة الأندية المحترفة أن يتم تأجيل مباراة للنادي المصري مع النادي المصري يوم 27 أعتقد أن حتى الآن اللي أنا عارفه أن هناك رفض لهذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحاجة الغريبة أسلام أنه إحنا مش مرة دي بس إحنا بننا سنين على كده يعني النادي الأهلي هو الممثل الحقيقي للقرى المصرية إذا كان أفريقيا أو كسب عالم لأندي أبطال أفريقيا والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي سعادت الجماهير الأهلوية جمهير المصرية من خلال انتصارات النادي الأهلي الموجودة يعني أنا بستغرب المسؤولين في اتحاد القورة والشباب الرياضة والرأسهم طبعا الوزير عشب صبحي وطبعا الرابطة المكملة ليهم يا جماعة لازم نعرف أن النادي الأهلي ده هو الممثل الحقيقي للبلد دي يعني النادي الأهلي وهو فعلا أسلام إحنا بنطلب حاجة يعني من حقنا حاجة إحنا لمسينها إحنا فعلا يعني الله يكون فعون طبعا مسؤولين في النادي الأهلي والجهاز الفني واللعيبة على الإجهاد والاسترس الواقع عليهم وده حقيقي يا أسلام بشكل بشكل كدير يعني يعني عاز أقولك خلال المرحلة اللي جاية كده طبعا حنبنطب بتأجيل مباراة المصر إن عندنا مباراة أهم وهي مباراة الهلال ولسه ما تحددتش المجموعة مين أول ومين تاني فمباراة الهلال لكن إحنا المنافسة بينه وبين الهلال السوداني العملية مسهلة طبعا وإحنا شوفنا الهلال السوداني خلال المباراة وكده كده صندوقت الأول لما نصل لنقطة 11 بالزبط إلا لو الهلال كسب لقدر الله فالقصة قصة صعبة جدا ولسه لم تحسم فاللي إحنا بنطلبه ده حق من حقوقنا إحنا بنطلب إن إحنا يعني تأجيل مباراة مش هتفرق معنا لما نأجل مباراة لكن هتفرق مع لعبتنا هتفرق مع الجهاز الفني عاز أقول لك كمان أسلام الحاجة اللي طبعا متأكد بردك إجهاد هؤلاء اللاعبين مباراتين ملاوي مستهلين بالنسبة لمنتخب نصر وعندنا سابع وزامبيا وزامبيا متخب اللومبي وبردك ولادنا موجودين في المتخب اللومبي فالنهاردة عندك قوام المنتخبين الأول والقلومبي من لعبت النادي الأهلي سبعة واربعة وبالضبط وحتلعب كل 3-4 تيام مباراة وبعدين هترجع من المباراة الثانية سفر سفر وترنزيد وحتنزل وتروح وبعدين ترجع هيبقى سواء هنا ما بيتكلمش عن اللاعبين الدوليين هو قال المباريات بدون اللاعبين الدوليين لا لكن أنا بيتكلم على إحنا مباراتنا مع الهلال أهم الأهم بالنسبة لنا إسلام أه بالركز عليها فطبعا إجهاد إجهاد واقع بشكل كبير جدا على لعبة المنتخب وربنا يا ربي يحميهم كمان بيبقاش فيه إصابات بالنسبة للفرق الأول وبالنسبة للمنتخب اللومبي فيعني أنا شايف طبعا اتحاد السوداني بصفة الليلة هو الممثل لقرى السودانية وقود بمنعقداب القرى السودانية هو المريخز الأهل والزمالك فطبعا الناس بيلبوا الناس فاهمة ولبت طبعا للهلال تأجيل المباراتين عشان الناس يلاقوا نفسهم يلاقوا راحة إذا كان عندهم إصابات يقدروا يعالجوها عندهم حاجات نواقص في الجانب البدني يقدروا يعالجوها نواقص في الجانب المهاري الخططي يعني تحس حيبقى فيه استشفى بشكل كبير جدا لفرق الهلال لكن إحنا الناد الأهلي يعني سبحان الله يتكتب علينا كده البطر يتكتب عليه كده يعني كده تطلع من البطولة تخش البطولة تطلع من دورة تخش الكاس تطلع من كاس تخش كاس الربطة فطبعا أنا شايف شايف إن مفروض يعني المثلث المكامل في الرياضة لازم يبقى فيه وقفة وقفة وفعلا وقفة في ظهر الناد الأهلي للناد الأهلي هو الفرقة الوحيدة اللي موجودة بتمثل طبعا محترام الناد الزماليك محترام البرمز وطبعا برمز وفوتشر بيمثلوا مصرف الكومترالية وفي النهاية خلي بالك واحد منهم اللي حيخرج يوم اتنين اللي حيقابلوا بعض الاتنين اللي حيقابلوا بعض فأنا عايز أقول لازم يبقى فيه وقفة ومش لازم إحنا نبضل أنا شافت من قبلها بيوم واتنين ومن مبارح وقبل كده بتتكلم على وانزلتها هتتكلم على الموقف ده فلازم الناس تبدأ يعني تاخد بالها بقى وتبدأ الناس صح صح وتبقى بصراحة يبقى فيه الفيرب لي بقى احنا عايزين عايزين الروحة الرياضية اللي احنا كنا نتمنها من بداية الموسم ويعني يبقى فيه مساندة بشكل بير جدا ليه الندي أهلي خلال الفترة الجاية وتتأجله المباراة ويعني مسترقلر يبدأ بقى هو يحضر استراتيجيته للمباراة مباراة الهلال القادمة لأن مباراة مصرية بالنسبة لنا وانا عايز أقول ان الفرصة جت يعني الحم بالله رب العالمين ان مباراة والهلال تلع التعادل الإجابي واحد واحد ودي فرصة ان احنا ان شاء الله بذل الله يعني نقدر ربنا وفقنا هنا من خلال جمهورنا اللي حيبه موجود طبعا بنسبة مش أقالي من 20 ألف نتمنى طبعا استاد الدفاع الجاية نسمعك بتتكلم على استاد الدفاع الجاية استاد القاهرة اه لا الدفاع الجاية ده منتخب مصر منتخب مصر استاد القاهرة اللي هو بيعتبر بوعبع للفرق الافريقية نتمنى طبعا ان احنا نشوف جمهورنا بإذن الله اكتر من 20 ألف موجودين في الاستاد والاهلي طلب ساعة كاملة للاستاد نتمنى هذا اسلام لان فعلا المباراة دي محتاجة جمهورنا لان الجمهور ببقى ليه عمل السحر بشكل بير جدا للعبتنا ولعبتنا لما بشوف الجمهور مالي الاستاد بهذا الشكل بتبدأ دوافع بقى لعبة للأهلي وروح الفنينة الحمرة وان شاء الله يكون لن نصيب يا رب في المكسف هذه المباراة دوري أبطال إفريقيا دوري العام المصري كاس مصر كاس الرابطة كاس مصر الجديد 4-5-6 بطولات النادي الأهلي بيلعب فيها ما بينهم لعبت في كاس العالم تلاحم وبطولات كثيرة جدا بيلعب فيها النادي الأهلي ده قدرك اه ولكن في نفس الوقت اعتقد ان ده عامل ضغط كبير جدا على كل اللاعبين يا كابتن مجازفة جدا إسلام وحتى كمان الراجل يعني دور على استراتيجين هو يدور من خلالها اللاعبة على اساس يريح لكن سبحان الله يعني الراجل حاول لكن برضك فيه إصابات لأن انت فيه ضغوط على اللاعبة بشكل كبير جدا إسلام ضغوط انت احنا بعد خسارتنا من ستان داونز اللاعبة تأثرت بشكل كبير قوي قوي وممكن حطلعنا وطلعنا معاك وقلنا كل الفرقة كبيرة بيحصل لها يوم مش يومها فيه ضغوطات السوشال ميديا واستداد تحليل تحليل للمباريات بيبقى فيه ضغوط على لعيبها بشكل كبير وبيوصل للعيب فطبعا اللاعب يتأثر بشكل كبير وده نتيجة ان احنا المباراة اللي بعديها بنلاقي إصابات فالإصابات دي نتيجة ان اللعيب محطوط تحت ضغط وعايز هو كمان عايز يعود الخسارة دي وعايز وعايز كمان يكسب عايشان يفرع جماهيره اللي زعلانة دي جماهير النادي الاهلي يعني ابتزعل ومن حق ان تزعل لان طبعا هي شريك مع الفريق في معظم الانتصارات للنادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي كل الانتصارات فطبعا بيبقى زعلانين ومدقيين لكن اللعيبة بتبقى عايز الصالح جمهور ده مباراة القطن اسلام بصراحة انا شايف ان هي اتعملت مباراة على اعلى مستوى مباراة مستر كولر اختار فيها التشكيل الامثل اللعيبة نزلت من الاول المباراة عملت اللي الطلب منها الضغط على الخصم طبعا مكاسبنا كبيرة جدا جدا في مباراة القطن وعلى رأسها كهرباء هاتريك من فترة طويلة جدا قاربا ما جابش جوال بهذا الشكل ظهور كمان مروان عاطية بحالة مميزة في نص الملعب من ناحة الدفعية من ناحة الهجومية بتستاو بدأ تعيد حيوته مرة تانية بعض اللعيبة محمد عبد المنعم يعني عاز اقول ان المباراة القطن اللعيبة كانوا زي ما تقول رد اعتبار واللعيبة عايزة تصالح جماهيرها ففعلا يعني بعثت الرسالة جميلة جدا من كاميرون لجماهير النادي الاهلي بتقلوش انتوا انتوا رهنتوا على رجالة ورجالة فعلا قد المسئولية وقدروا الحمد لله يعني نفوز باربع اهداف وبعدها كمان ربنا كرمنا اسلام لان فعلا منظومة النادي الاهلي بتتعب بشكل جيد جدا من مجمس ادارة لجنة التخطيط الكابتن محضر خطيب كولر جاز الفني جاز المعاون اللعيبة الجماهير لا فيه تعب كبير جدا من اسلام والتعب ده سبحانه وتعالى ربنا بجيب التوفيق وانا شايف ان كانت مبارات ساند داونز والهلا كان فيها توفيق كبير جدا لصالح النادي الاهلي كابتن واحد من الناس اللي عليها العين كهرباء خلال هذه الفترة قدى بشكل متميز اعتقد ان كولر له الدور الاكبر وكهرباء نفسه طبعا ولكن ربنا ثم كهرباء وبعد كده كولر بص اسلام يعني احنا قلنا الكلام ده يا جماعة كهرباء لعيب يعني مميز كهرباء يعني يعني عودته للمنتخب كهرباء كان لعيب اساسي في المنتخب لو نرجع بس بالزمن كده وكان مؤثر اه مؤثر بشكل جدا في المنتخب كهرباء وبعدين كهرباء من لعبا لنطجة صراحة يعني كراويا وفنيا وكهرباء الفترة اللي فاتت دي الله يكون فعونه هو اكتر واحد يعني كان محطوط اعتضغط اكتر واحد يعني كان بيتهاجم اكتر واحد كان بيتقال ان الموضوع ده مش هتحل اكتر واحد كان بيقوله انه هتوقف ومع هذا هو كان بيتمرن وبيكتهد ومستر قولر قعد معه اكتر من مرة جلسة فيها اعداد نفسي لكهرباء وهو شاف وشاف امكانياته من خلال التدريبات من خلال المرات الحبية حتى الاوات اللي كان بيديله وبيشركوا فيها كهرباء كان بيكون عنده حسن نظام الراجل وحسن نظام الجماهير فكهرباء يا اسلام انا شايف من اللعيبة من افضل اللعيبة اللي في التدريب الهجومي يعني كهرباء يقدر يلعب من تحت كهرباء يقدر يلعب جناح كهرباء كمان فاجئنا بحيطة رص الحرب اه مفاجأة لنا كلنا ان كهرباء اسلام في المكان ده مبارح انا كنت تفرج على ريال مدريد وبرشلونة اه الراجل بتاع ريال مدريد اللي هو بنزينة ده بنزينة اه بنزينة نفس التحرقات بتاعت كهرباء وجوده بين السكسيار ده ضربة جزاء وجوده في التحرك على الزاوة القريبة تحرك على الزاوة البعيدة يعني اه يعني انا عدت مبارح كده بص قلت ما شاء الله نفس التحرقات بتاعت كهرباء يعني عاز اقولك ان كهرباء كهرباء اللي بقى نفس التحرقات بتاعت بنزينة بالزبط يعني والله اسلام يعني فكهرباء يعني نطجه وصل للمرحلة انه بقى يعرف المكان اللي بيجي فيه اللي يقف فيها ويقدر يسجل من خلالها ايضا مروان عطية من اللاعبين اللي تم اكتشافهم يعني صفقة جديدة تم اكتشافها داخل النادي الاهلي يعني صفقة من صفقات بصراحة يعني بنحقي فيها لجمة التخطيط والكابتال محمد الخطيب مروان من اللعبة اللي تحس بشخصية النادي الاهلي يعني فعلا اختيار آسف مروان من خلال موبراته مع الاتحاد السجندري كان لفت الانظار يعني من ضمن اللعبة اللي لعبة الموبرات كلها ويمكن راح مع مستر فيتوريا مرتين المنتخف في معسكرات قبل كده فأنا شاف يعني مروان من اللعبة اللي بلعبه في نص الملعب بلعبه بزكاء وتركيز اسلام ومحضر قبل اللعبة قبل اللعبة دي حاجة كمان بصراحة بتتحسيب له كمان من نوع اللي هو المقاتل يعني عنده عنده شخصية في حتة الانقضاط على الكورة والاستخلاص وبعدين لما بيستحوز كمان بيعرف يطلع باس بيطلع باك بيقدر يعمل لك حاجات طولية بعمل لك حاجات عرضية كمان عنده جرأة كمان دلوقتي بيحاول من بوكس البوكس بيخش كهوة 18 بيحاول يسجل فدي برضك من ضمن الحاجات اللي هو بيبدأ يطور من نفسه من خلالها وابونان عليه طبعا بحيي مستر فيتوريا ان هو كمان الباب مفتوح لكل اللاعبين لكل اللاعبين لزي مروان وزي كهرباء اللي بيزمت وجوده من خلال الدور العام الراجب بيقول اهلا وسهلا بيك في منتخب مصر طيب بما اننا بنتكلم عن مروان عطية خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مروان عطية ونرجع نكمل برضو يا كابتن مارو احنا بنتكلم يعني اندو مام 14 لاعب سواء 7 للمنتخب الاول و 4 للمنتخب الاولمبي و 3 لاعبين اخرين للمنتخبات سواء لو بيرسي تاو وجنوب افريقيا واليو ديانج مالي وعلي معلول تونس اعتقد ان ده شيء مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي ودور النادي الاهلي الوطني الطبيعي يعني في انه هو يبقى هو عصب كل المنتخبات بالزبط زي ما قلت جاد اسلام وعاز اقولك النادي الاهلي طول عمره من غز المنتخبات بجميع مراحلها و دي ميزة المؤسسة الكبيرة المؤسسة النادي الاهلي مؤسسة الانتصارات 115 سنة بطولات و طبعا تلبية النداء للمنتخب بيبقى شرف للمؤسسة نفسها شرف للنادي طبعا و شرف للعيبة كمان ان هو بمثل منتخب مصر يعني كل الشغل اللي بتعمل ده عشان في الاول اخر منتخب مصر اه يعني كل الحاجات الجميلة اللي بيعملها النادي الاهلي دي خلال الفترة التجهيز اللاعيبة في المراحل السنية في منتخب الشباب منتخب اللومبل منتخب الاول في الاول و اخر عشان منتخب مصر واحنا معظم لو رجعنا كده اللي كانت نحسن شحاتها اسلام في حصوله على طلع بطولات الافريقية كان قوام منتخب مصر من لعبة النادي الاهلي يعني النهاردة لما بقى فيه سارعة و تمانية و تسعة من الفريق الاول موجودين تأكد انك انت هتطمن على منتخب مصر خلال الفترة جاء من خلال الاحتكاك و من خلال النتائج كمان منتخبنا الاولمبي كل ما بعدد لعبة النادي الاهلي موجود تأكد انه هيبقى فيه نتائج ونتائج ايجابية لحتى لمنتخب الاولمبي او منتخب الشباب القادم فدي مست النادي الاهلي انه هو بصراحة طول عمره بيغزل المنتخبات باللعبة المميزة باللعبة اللي عندها شخصية باللعبة اللي عندها اسرار على المكسب باللعبة اللي ليها تاريخ دولي فالنادي الاهلي يعني تتحسب بصراحة الجزئية دي وعاز اقول ان مثل حتى الاندي الاخرى يعني حتى الاندي الاخرى بتحاول ان هي يبقى عندها لعبة زي النادي الاهلي كمان موجودة في المنتخب بصفة اساسية كابتن المنتخب الأول مباراة مهمة أمام ملاوي أو أولى المباراة الأسمية لروي فيتوريا مع منتخبنا الوطني أولا شفت اختياره لمجموعة من اللاعبين قائمة المنتخب الوطني الأول إزاي زي ما قلت لك اسلام هو الرجل واضح أنه عنده شفافية وحتة العدلة في حتة الاختيار ويعني هو من المعسكرين لقبل كده ما كانتش مفجأة بالنسبة لنا يعني هو تمال بيختار عناصر جديدة وعناصر فعلا بتأدي دورها في الدور العام والراجل بيتابع بشكل كبير هو وجهاز بتاعه جميع التدريبات وجميع المباراة للفرق فأنا شاف أن الراجل بصراحة ما فيش عنصر اختاره إلا زي ما كان عنصر فعلا يستاهل يبقى موجود في منتخب مصر فأنا شاف مستر فيتوريا في الجزئية ديت أنه هو بصراحة بيتعامل بشفافية وعدالة بيحاول يدي كل الناس حقها وطبعا معانج من كبار يعني بركات وكابتن حازم ودول برضا من نجومنا الكبار اللي بيساعدوا الجهاز بشكل كبير فأنا شاف أن فيه توازن بشكل كبير جدا لأسلام في الاختيارات يعني واخد من الأهلي واخد من الزمالك واخد من الأندية الأخرى بالعكس أنا شايف أن هو لا ينظر لمثل هذه التوازنات وجهة نظري لأنه لو كان ينظر لأي توازن ما كانش أخد كهربا ولكن هو شاف أن الكهربا بيدي أدي بشكل جيد خده شايف محمود حمدة بيأدي مع فرقته فرقه بشكل جيد أخده بالزبط يعني أنا شاف أن فيه حتى عدد كمان سبع لعبة من لعبة النادي الأهلي فأنا شايف نسبة جبيرة جدا ما شاء الله للاعبة النادي الأهلي موجودين في منتخب مصر وده نتاج أنه فعلا لعبة النادي الأهلي زي ما قلت عندها المصافات البطولة عندها المصافات اللعبة الدولة عندها الخبرات فأكيد الراجل طبعا يفرق معاه ويهمه وأنه هو يختار عناصر التشكيل المنتخب القومي اللي بتجمع بين الخبرة وبين العيب الوسط وبين الدم الجديد رأيك في اختياره للمحترفين يعني محمد صلاح طريق حامد طبعا ترزيجي مصاب لكن اختياره لكل المحترفين اللي موجودين يعني وهو احنا كنا نتمنى أسلام أن المحترفين يكتروا عن كده لأن احنا برضا خبها لك من المحترفين يعني تعد على الأصابع يعني عندك محمد صلاح عندك ترزيجي بس متعور كوكا موجود النيني برضو مصاب النيني مصاب همر مرموش قد التالت الرابع مصطفى محمد يعني أربع لعيبة في منتخبنا قومي من المحترفين أنا كنت أتمنى أسلامي إحنا نوصل ستة وسبعة وتمانية وتسعة أكتر طبعا يبقى عندنا طريق حامد وحجازي طريق وحجازي هل تعتبر يعني دور السعودي قوي جدا برضو موجودين في الدور السعودي فكنا نتمنى نتمنى أن إحنا يبقى عددنا أكتر من كده لأن فعلا إسلام اللعبة دي لما بترجع لك أنت بتحس بقيمتها صح بصراحة يعني طريق حامد لو حنتكلم عن طريق حامد واحترافه في الدور السعودي هو وحجازي تحس الاثنين يعني بلغة الكرة مصمرين واحد موجود في نص الملعب صحيح واحد موجود في خط الظهر صح وعملين مباريات جميلة جدا درجة أن فعلا جمهور الاتحاد السعودي بيهتف ليهم وبيشجحهم بشكل كبير ويعني مبسوط أن الصفقاتين دول صفقاتين متدورة الممتاز والعب المصريين والتحاد جدا حظه حلو الحقيقة مع المصريين بالزبط يعني أنت عترفتك بكده اه اتحاد السعودي بعد كده كان فيه حسني وعمد متعب وكهربة وكلهم كانوا نكحين كل هذه الأسماء الكبيرة كلهم الحقيقة كانوا نكحين مع الاتحاد الجدا السعودي وميزي كده كمان إسلام أن الناس لسه فكراكم بصراحة يعني يعني اتلاقي السعوديين بيتكلموا أن احنا كان عندنا إسلام وكان عندنا بركات وكان عندنا لا بركات كان في أهلي جدا في أهلي جدا اه فدي حاجة كويسة بصراحة يعني شرف للعب المصري وفي نفس الوقت زي ما قلت لك أن لما عندنا عدد من المحترفين أكتر من العدد اللي موجود يعني بيفرقوا معانا بشكل كبير جدا في طريقة اللعب في الاستراتيجية كل حاجة في كل حاجة في الأداء في الخبرات في المواقف اللي بتحصل في داخل الملعب أو خارج الملعب فنتمنى نتمنى إسلام إن شاء الله بإذن الله أن الفترة اللي جاية يبقى عدد المحترفين اللي في الداخل خلاص الحمد لله ومشي بشكل جيد اه لكن اللي في الخارج نحتاجين عدد أكتر من كده من لعب المحترفين المصريين المباراتين أمام ملاوي حضرك شايفهم إزاي ملاوي فرقة كويسة مصنفة كمان إسلام يعني فرقة يبقى محترفين في الخارج فملاوي من الفرق القوية حيبقى مباراتين في منطقة صعوبة بالنسبة للمنتخب مصر يعني التجربتين في منطقة الشدية فنتمنى نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن منتخبنا زي ما انت قلت كده إسلام أول تجربة للمستر فيتوريا فمهم جدا كمان الجمهور المصرية يعني تاخدوا الثقة من المباراتين دول في الإدارة الفنية يعني مكسبنا للمباراتين أكيد يهموا مستر فيتوريا بشكل كبير لأن طبعا الحكم على المباراتين دول من خلال الجمهور المصرية طبعا فيهم توفيق وفيهم مكاسب تأكد إن مستر فيتوريا يجايا حيبة أفضل أنا شاف إن الحقيقة فيتوريا واحد من المديرين الفنيين اللي شاف اللي شاف شغله بشكل جيد جدا الحقيقة بيحاول إنه يضع استراتيجية شاركة في اختيار رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا قبل كده بشوفه كان موجود قبلها مع منتخب الشباب بشوفه موجود مع منتخب الناشئين الراجل دايما بيحاول يحط إيده في كل ما يخص كرة القدم بيحاول يعمل منتخب للظل زي ما سموه منتخب للمحليين عشان مشاركة في بطولة أم أفريقيا للمحليين فأنا بيشوف إنه راجل ده مكتهد جدا بصدر إسلام أنا بيشبهني كده بمالون مثل مالون زوجين آه بصراحة الراجل حاب بالمكان هو حابل بالمصرين وبعدين عايز ينجح فزي ما أنت قلت وهو بيخش وبيشارك بشكل كبير لأنه هو برضك عنده عنده علم من ناحة الإدارية ومن ناحة الفنية صحيح فهو يقولك إيه يقولك أنا كمان لما شارك مع المنتخب اللومبي آه آه يبقى برضك التواصل مهمة أوي مهمة طبعا لأنه هم دول اللي أنا حتاج منهم صح فلما فيه تواصل بينه بين جهاز الفني آه آه حيساهلولي المأمورية بشكل كبير آه كمان الراجل بيقول بصفة أنه عنده خبرات من ناحة الإدارية ومن ناحة الفنية المانع أنه هو يساعد مع منتخب الشباب لو محتاجين مدرب من البرتغال للمراحل السنية دي يقدر يجيب مدرب هو شايفه أنه وعد مدرب قوي مدرب كويس يعني واضح أن الراجل عايز يغير من شكله طريقة القرى المصرية احنا بدنا فترة إسلام ما عندناش هوية بالنسبة للكرى المصرية صحيح ما عندناش شكل آه فيه لغباطها بشكل كبير جدا من جانب الإدارة الجانب الفني فالنهاردة لما يجينا آآ آآ قيمة بكيمة مستر فيتوريا آآ وهو طبعا آآ الراجل رقم واحد على مستوى المنتخبات ومعه راجل البرزيلي بتاع المنتخب اللونبي أكيد آآ اللي اتنين دول آآ آآ مهم جدا هم يحطوا إيديهم على مشاكل الكرى المصرية ويضر يقولنا حلول من خلال خبرتهم طبعا الدولية والخارجية وتواجدهم معانا هنا يضر يقولنا حلول وحلول بسرعة لإن إحنا إسلام مشكلتنا وإحنا كلنا عارفين إداريا عملية بيضة مشكلة كبيرة آآ أخيرا أنا كابتن ماهر المنتخب الأولمبي ومباراتين أمام منتخب زنبيا مباراتين مهمين آآ جدا جدا والحمد لله النهاردة اتخذ قرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة بوجود طائرة خاصة تنقل منتخبنا الوطني الأولمبي لزنبيا الحقيقة بعد مكانة رحلة ستستغرق حوالي 13-15 ساعة بما فيها ترانزيت وكذا وكذا لأنهم عندهم مباراتين وعشرين ومباراتين وعشرين فبالتالي اتخذ قرار بوجود طائرة خاصة لمؤذرة المنتخب الأولمبي دي من الحاجات بقى اللي بتدي ثقة والحاجات اللي بتريح الولاد بشاك كبير جدا المسافات الأفريقية كلنا عارفينها طبعا ازاي فلما ترى خاصة هتفرق مع الولاد بشاك كبير يعني احنا كل المحللين وكل الخبرة مستنين المنتخب الأولمبي اللي احنا اخفقنا في المنتخب الشباب فاحنا ما عندناش صحيح ما عندناش رفعية اي حاجة صح فكلنا مستنين ان شاء الله بازالله ان المنتخب الأولمبي وده المنتخب الواعد عليه التطعيم اللي حياخده من خلال منتخب الأول من خلال المنتخب اللي امبي فاتمنى اتمنى مبارتين زي ما انت قلت يا اسلام مبارتين في منتخب الصعوبة منتخب زنبي يا منتخب قوي جدا صراحة يعني فاتمنى ان شاء الله يكونوا الولاد يعني عند حطز ظن كل المسؤولين والشعب المصفي وان ان شاء الله يحققونا نتيجة ايجابية في خلال المبارتين يا رب ان شاء الله انا بشكرك جدا انا كابتن ماهر على تواجدك معانا شكرا جزيلا انا كل سنة وحضرتك كل سنة انتبس لهم شكرا شكرا جزيلا لنجب الكبير كابتن ماهر همام هنطلع فاصل وبعد الفاصل محمد جمال واحمد مجدي في ديافة البيت الكبير